أنا لحزائي للمنصدون هتمنوا أنا لحزائي للمنصدون هتمنوا بالقتل والاغتيال تعم لغة الموت في شاطئ العرب رحلت رهام يعقوب طبيبة من البصرة وجه آخر يختنق ولأجل من؟ لأجل البصرة لأجل العراق رحلت الطبيبة المداوية للجراح وما أكثر الجراح في البصرة وجع يفيض بالدمع أو فلتكتب على رسالتك النازفة دمع العين على المدينة ومدن الملح كثيرة غير أن للحرية طريقا ينتهي إما بموت أو باغتيال أو بخطف وتخويف يقيل رئيس الوزراء قائد شرطة البصرة فيغادر إلى لغة الحوار وتزيد في الأوينة الأخيرة لغة الدمار اليوم وما أثقل اليوم بأرقام باتت تثير الهلع بزهق أرواح المطالبين بالحقوق الطبيبة ريهام يعقوب قالت كلمتها وقالت أيضا أن الولاء لإجل الوطن لا لغيره ولا هم يحزنون قتلوها كما تفعل يد الغدر أما ملف الاغتيال الغارق بدماء حرة بات يثير الخوف وكأنه خوف يريد له المندسون والعابثون أن يجري في شريان العراقي الذي يبحث عن وطنه وعن حقه وعن بيته الآمن المطمئن رواية فصول الدم دقت جرس الإنذار من خطر قد يغرق ما تبقى من أمل منشود بحياة كريمة جرس إنذار تدقه واشنطن أيضا بإدانتها عمليات اغتيال النشطاء في العراق باثة الأمم المتحدة كذلك دانت اغتيال النشطين الاغتيال الذي يستهدف نشطاء فاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الساحات العراقية مسلسل دموي يتحدى به المخربون جهود الحكومة في ضرب لاحترام القانون بالرصاص والنار لكن رسالة رئيس الوزراء تقدم لغة حازمة للتعامل الشديد مع ملف الاغتيال والضرب بيد من حديد إذن يخسر العراق كل يوم روحا لا تريد إلا عيشا حرا وأمنا وسلاما فتكون الرسالة الغاضبة على رحيل رهام أن العهد مستمر لدى جيل الشباب بالتمسك بحبل الوطن ترجمة نانسي قنقر